كانوا سهرانين تشارينوا أصحابه وبالفوت عمر نازل من الدرج كانت شرين ضهرة من الطويلت بتشوفوا العمر بتقرب بده تسلم عليه بتقوم بتمسك بتبرملوا وجه هاي البنت اللي كانت معه وبتشحطوا وراها لجوبه بتتضيق شرين لأنه كان فيه أشخاص واقفين وهو الأشخاص كلهم بيعرفوا من شرين أبو العز فطلعوا فيها نظرة مش لزيزة طبعاً نحنا بمجتمعنا أي تصرف سخيف وبيخ بيحكموا دغري على الواحد على الإنسان باية هالمخلوقة فيتي لجوها لتقعد عالطاولة مع أصحابه وتنسى خلص شو صار مش مشكل بتصادف إنو الطاولتين بلزق بعضن هديك البنت صارت طعم الاستفزاز ضحك تأشري عليهم ست العالم مش تلقى إنو شو فيه بين هاي المخلوقة بين شيرين وهالبنت قام شاب معنى عالطاولة قالوا بي بليزو ما زال عم تلفت النظر على شي يعني إنو شو فيه شو عملتلك المخلوقة اللي عم تعملي هيك بفيز رؤية ما بقى تعملي هيك لأنو عاب العالم هم تتطلع فينا صارت بيجي عمر بدل ما يسكتها ويخهم شو صار يمكن كان بالطاولات يمكن ما بعرف وين كان بيصير يدفش فيه للزلمة وبيصير ويدفشوا بعضن وبتفوت العالم بيناتو انت تتحدى وهاك بيشيل عمر سطل التلج وبيش بقى فيه لشيرين شيرين كل هالمشكل عم بيصير وهي قاعدة على الكرسي مع زيحت من محلة وفيديويات وصور موجودين وكله عليه شهود لما اجا سطل التلج على المخلوقة منيح اللي خبت وجه كان كسر له وجه لأنه جسمه ايده وإجره والتشاست طبعه كلهم زرق قاموا صاروا بدين ندافعوا عن رفقتهم يلي هي مثل اختهم لأنه نحنا كلنا منحبة لشيرين مثل اختنا وشيرين ابدا 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 ما لنا شخص سيء أو ممكن يتصرف تصرف سيء من احلى الناس ومن اطيابهم قلبا وقالبا قاموا دافعوا عنه صاروا يهدوا ويقولوا شو قصدك انت عم تدربه للمخلوقة بيقوم هو عم ما بعرف عم يهرب عم يسحب حاله من المشكل او شي بي ما بعرف ليش وقف على الدربزين ونط بهاي النط طبعه كسر اجره يعني لا شيرين خاصة بكسر اجره ولا حدا دقر فيه اساسا هو اللي بلش يدفيش وهو اللي نطه كسر اجر نفسه اه نحنا ما كنا حبين نوصل لهن ما كنا حبين نحكي بالموضوع وتوصلنا مع مسيو تارق العريان على امل ان هو يحل هالموضوع مع ابنه ومع هالبنت اللي انا ما بعرف مين ايه يعني حتى شيرين ما عرفت هي مين ما يعني مبارف حتى هالاخبار من وين عم تطلع مش معروف لاخر شي عرفنا ان اسمه 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 سليمان او شي هيك فما كان بده هالموضوع كله وهي كمان عم بتهدد بما بعرف مين صديقة الى هون بلبنان ما بعرف صارت تهد وتقد كمانا وهو المشكل انه ما بده هالقد هي الغلطاني يعني هي اللي فتعلت ولعت الدني من الاساس فلا شو عم يحكوا بالموضوع اصلا لغلق مش فهمنين نحنا منتمنى على مسيو طارق العريان انه يحل الموضوع مع ابنه ومع هايدي البنت ونحنا ما منحب المشاكل وشيرين ما بتحب المشاكل وانشالله بيكون هيدا اول واخر مشكل بيصير معنا وبدي اقول ديتيل انه يعني الصراحة يعني شيرين نفسيا مدمرة لانه اول مرة بيصير معها هيك موقف وهيك مشكل بكل حياتا هيدا البنت وجسمه مزرق ويعني ما بعرف عم نفكر الصراحة كمان نخذها على المستشفى جاستن كيس يعني لانه ما بعرف شو بيكون الواحد فيه من جوات جسمه وشو صار فيعني انشالله خير وانشالله ينحل الموضوع نحنا ما منحب البلبلة بس انه نحنا معنا الحق يعني الحق معنا نحنا نحنا مش خايفين من شيء اشتركوا في القناة